هو طبعا بس انا عاوز اناوه للجمهور ان احنا لايف الفقرة دي لعنده اي اسئلة بخصوص الذكاء الاصطناعي المخاوف المميزات الايجابيات او اي حاجة خاصة بالتكنولوجي او اي مشكلة بتواجهكم ارجع بقى المشمهندس في موضوع مهم جدا فكرة ان النهاردة بقينا بقى نشوف فيديوهات مثلا لنجوم كبار مطربين مثلا زي ستم وكلسوم وحد مركب صوتها او صورتها على اغنية لمسلا حد شاب صغير لسه طلع الموضوع ده ازاي اقدر احمي مثلا بنتي انها لو جالي فيديو شايفة فيه بنتي في شكل مش معتد افرق ان ده مش حقيقي افرق ان ده مزيف ان ده مصنوع طبعا مع الوقت حتبقى اصعب واصعب انك تعرفي تميزي اصعب مش اسهل انا قلت حتولي تبقى اسهل لا حيبقى اصعب انك تميزي الاصل من المزيف ولكن يعني دايما بندي نصايح انه الاساس بتاعده كله هو الصور اللي موجودة على النت ملاش نزل صور خالص يعني المفروض ان احنا في قدية الحدود نزل الصور فيه ابتدت حتى مواقع دلوقتي بتقدر انك تحطي الصورة ويقولك التزييفات اللي حصلت عليها ايه بس ده بيقولك التزييفات اللي حصلت بس عداميلي فيها ايه دي مواقع مجانية فيه منها مجاني وفيه منها بالفلوس همنع انتشارها ازاي كمان هي دي الاشكالية انه منع الانتشار بقى صعب جدا في نفس الوقت بقى يعني الحتة التشريعية تطورت كتير في الفترة اللي فاتت ولكن لغاية دلوقتي الجرائم العبرة للحدود ما بنعرفش نعم فيها حاجة يعني حضرتك النهاردة لو اللي انتحل صفتك ده هنا في مصر هتعرفي تخدي حقك منه عن طريق ما بحث الانترنت هتعرفوا يجبوه هتوصلي لحاجة بس لو ده كان في فيتنام مثلا ولا لو كان في اوكرانيا ولا لو كان في زنبابوي يعني هتوصلي له ازاي عملية الملاحقة القانونية ساعتها هتبقى صعبة جدا صعبة جدا وبقت فيه يعني جهات متخصصة ما تستعمل البلاد اللي الملاحقة فيها صعبة للحاجات دي مفيش حل يعني لا هو الحل هو الحل انه تقللي قوي من الصور ده نمرة واحد نمرة اتنين انك انت وانت بتتعاملي مع شبكات التواصل الاجتماعي اعملي حسابك ان اللي بتحطي ده موجود في الشارع يعني اي حد بيحط اي حاجة على شبك التواصل لازم يعمل حسابه انها اكدنا انا علاقة الصورة في الشارع فانا لو الصورة اللي انا متصورها دي انا مش يعني مقدرش اعطها اعلقها على وجهة العمرة بتاعتنا يبقى انا محطاش على شبكات التواصل الاجتماعي دي لازم تبقى قعدة مهمة جدا